السلام عليكم مرحبكم في الفيديو جديدا فيديوهات علم حياة الارض كي اقترحها موقع كيزاكو ونحن كن درسه دائما في واحدة الاولى اللي خصصناها لاستهلاك المادة العضوية وتدفق الطاقة كن نبدينا في دراسة الفصل الثاني اللي خصصناه لدور العضلة الهيكلية المخططة في تحويل الطاقة قلنا بانه في الفصل الاول شوناك كيف يمكن اننا نستخرج الطاقة الموجودة في المادة العضوية والان في هذا الفصل غاد نشوفو شنو غاد ندير الخلايا بهالطاقة اللي دارتكول هذك العمل باش تخرجها من المادة فغاد ندرسو دور دي العضلة الهيكلية المخططة في عملية تحويل الطاقة من شكله الكيميائي اللي هو عبارة عن جزئات الطيب الى شكل ميكانيكي ممثل بالتقلص العضلي واللي شونا كيف يمكن ان نسجله في الشريط السابق فالشريط الجديد غاد نشوفو الظواهر التي ترافق التقلص العضلي او ما نسمي الظواهر مصاحبة للتقلص العضلي وهي عبارة عن ظاهرتين ظاهرة الاولى اللي غاد ندرسوها الظواهر الحرارية التي ترافق التقلص العضلي ونشوفو النوع الثاني من الظواهر اللي هي ظواهر كيميائية وطاقية سنبدأ بالتعرف على او دراسة الظواهر الحرارية المرافقة للتقلص العضلي ولهذا سنختار مناولة اولى في هذه المناولة سناخذ عضلة طارية وبجوارها اخذنا ما درجة حرارته تابتة وناخده كمرجع ثم نقوم بوضع المساري التي سوف نوصلها بالمكبير لماذا مكبير؟ لان عندنا القيم تغيرات درجة الحرارة هي ضعيفة جدا من سوف ناخذنا عضلة وبالتالي فالتغيرات ستكون ضعيفة ما اخذنا الجسم باكملها احتاجنا الجسم فالتغيرات الحرارية هي ضعيفة ثم ان الحصول على القيم الحرارية في اشكال بسبب ضعفها لذا نختار موصلات معدنية لها ذات توصيلية كبيرة ونختار بالتالي صفيحة ديال الدهب والنيكل كأكثر المعادن توصيلية نصل الكل بالمكبير ثم نصل المكبير بكاشف الدبدبات فنحصل على المنحنى التالي الذي سوف يعبر على التغيرات لدرجة الحرارة هذا الميبيان سنحاول ان نكبره وفي التكبير يعطينا الشكل التالي درجة الحرارة كما قلنا تتغير حسب الزمن وحسب ايضا العمل الميكانيكي الذي قامت به العضلة وهو التقلص العضلي الذي يمثله محور الاراتب لهو التوتر بينما في محور الافاصيل فعندنا الزمن وعندنا هنا لحظة الاهاجة او التنبيه بينما الشكل اللي عندنا في الاعلى ويعبر عن الرعشة العضلية او عن ما نسميه ايضا المخطط العضلي الذي نلاحظه وهو فيما يتعلق بالتغيرات الحرارية فيمكن ان نقول بأنه الذين جزئين جزء اول اللي كان هنا والذي يوافق هذا الرعشة العضلية وجزء تاني وهو اللي عندنا هنا وهاجه مدى زمنية بمعنى اننا في مرحلة الراحة هذه المرحلة ليست جزءاً من التقلص العضلي التقلص العضلي الذي يمثله رعشة العضلية كي سالي عندنا هنا الدليل عندنا فترة التنبيه او لحظة التنبيه والتنبيه كي أعطينا بداية المرحلة الاولى في الرعشة العضلية اللي هي سميناها مرحلة الكومون الجزء الثاني اللي عندنا هنا ماذا نسميه؟ مرحلة التقلص ثم الجزء الثالث مدى نسميه مرحلة الارتخاب وبتالي هنا سلينا الرعشة العضلية ودخلات عدنا العضلة من بعد منها فيما نسميه مرحلة الراحة اللي هي طاويلة بمعنى أننا لم نعطي أي إهاجة جديدة لاحظوا جيدا هنا عدنا التنبيه بمعنى ومتعودش عدنا في أي جزء إذن كم أعطينا من تنبيه أو إهاجة إهاجة واحدة فهذا يمكننا من تمييز جوج ديال الدفعات حرارية أو جوج ديال المراحل التي تنتج خلالها العضلة الحرارة الحرارة الأولى والحرارة الثانية ويمكن أن نسميه الآن نعطي الأسماء حرارة أولية لها لأدنا هنا وحرارة متأخرة لها جزء الثاني نسميها متأخرة أو مؤخرة باش نقدر الميزون بين الحرارة الأولية والحرارة المتأخرة باش نقدر الميزون الحرارة الأولية تنتج في فترة زمنية قصيرة توافق فترة الرعشة العضلية اللي قلنا هي هذه الجزء أول والحرارة اللي كنتكلم عنها هي هذه حرارة أولية توافق مدى الرعشة العضلية بينما الحرارة المتأخرة اللي عندنا هنا فهي توافق مدى؟ توافق فترة الرعشة إذا أردنا الآن شوفوا الطول زمنيا دل هذه الحرارة المتأخرة مقارنة مع الطول أو المدى الزمني التي تم إنتاج الحرارة الأولية خلالها فهي مدى زمنية طويلة كما قلنا توافق الفترة التي تخرج فيها العضلية من التقلص أو من الرعشة العضلية والتي نسميها فترة الرحة التمييز الثاني هو يتعلق بالكمية الحرارية كما نكتب الآن في الكمية الحرارية المنتجة ففي الحرارة الأولية التي سمينا رقم واحد هي أكبر فهي تصل إلى قمة معينة بينما في الحرارة المتأخرة فالمستوى للإنتاج هو ضعيف لهذا نقول بأنه في الحرارة الأولية كمية الحرارة المنتجة كبيرة بينما في الحرارة المتأخرة كمية الحرارة المنتجة ضعيفة عدنا تمييز داخل الحرارة الأولية فلاحظتم في الحرارة الأولية ما عدناش قمة واحدة عدنا ثلاث قيمة القيمة الأولى الثانية والثالثة بينما في الحرارة المتأخرة عدنا قيمة واحدة وهي ضعيفة إذن إذا رجعنا الحرارة الأولية هذه القمام تعبر عن مستويات من إنتاج حرارة القمة الأولى نسميها حرارة التقلص وهي موافقة لفترة التقلص دراشة العضلية الحرارة الثانية هي نسميها حرارة الدعم وهي توافق الوصول إلى أقصى وزع وبداية خروج من فترة التقلص والحرارة الثالثة أو الدفعة الثالثة نسميها بحرارة الارتخاء وهي توافق فترة ارتخاء الرعشة العضلية هذا بالنسبة للدواهر الحرارية والتي قلنا هي جوج ديال الدفعات الحرارية حرارة أولية حرارة متأخرة الآن سندرس الظواهر الثانية وهي الظواهر الكيميائية والطاقية ونحتاج المناولة التالية في هذه المناولة سوف نقوم بتتبع تطور تركيز كل من الجليكوز والجليكوجين منسوش بين الجليكوجين هو المصدر ديال الجليكوز يعني الجليكوجين هو عبارة عن آلاف وملايين من جزئات الجليكوز المرتبطة فيما بينها عدد كبير جدا ويتم هذا التطور ديال التركيز داخل العضلات أثناء تمارين بدنية مختلفات الشدة وسوف نقوم بداية بتتبع تطور كمية الجليكوز المستهلكة خلال مجهود عضلي ثلاث أشكال من مجهود عضلي حسب الزمن عدنا إلى غاية ربعين دقيقة في كل مجهود عضلي وفي محور الأراتيب عدنا كمية الجليكوز المستهلكة 180-360 إلى غاية 900 ميلي جرام في الدقيقة عدنا ثلاث أشكال من مجهودات مجهود لهو عضلي وخفيف ثم تمرين متوسط الشدة وتمرين شاق بمعنى أنه عدنا اختلاف في شدة هذه التمرين ماذا نلاحظ من نسبة الاستهلاك جليكوز في التمرين الخافيف عندنا نسبة الاستهلاك ضعيفة تمرين متوسط الشدة أكبر منه والتمرين الشاق يستهلك كمية كبيرة من الجليكوز وبسرعة أكبر الآن سنرى تطور كمية الجليكوز المستهلكة أيضا داخل العضلات خلال مجهود العضلي هذا التطور دير كمية الجليكوز المستهلك فكي خلقنا واحد إشكال البسيط لأنه لا يتم استهلاك الجليكوز مباشرة ولكن يتم حلمات الجليكوز لإنتاج الجليكوز الذي يستهلك بالفعل هو الجليكوز لكن كي نستهلك كمية من الجليكوز خاصنا نهدم جزئات الجليكوز التي سنستخرج منها هذا الجليكوز فكنا نحصل على المبيان التالي الزمن وعندنا في محور الأراطيب كمية الجليكوز المستهلكة حسب المجهود أو التمرين البدني لدينا ثلاث تمارين مختلفة شاق متوسط شدة خفيف إذن نفس الشيء سنرى في استهلاك الجليكوز سنلقى بالنسبة للتمرين الخفيف ثم بالنسبة للتمرين متوسط الشدة وفي الأخير تمرين شاق فشنوك نلاحظه في التمرين الخفيف كمية الجليكوز المستهلكة ضاعفة بينما التمرين متوسط الشدة أكبر منه وفي التمرين الشاق فهو يستهلك كمية أكبر بكثير من الجليكوز إذن إذا كان هناك استهلاك للغليكوز فقلنا أن الغليكوز الذي يستهلك مصدره هو الغليكوزين وبالتالي فهذاك خلنا نستنتج بأن العضلة التي تقوم بعملها الميكانيكي تقوم بحلمة الغليكوزين إلى جزئات غليكوز شنو غدير بهذه الجزئات غليكوز فيتم استهلاكها واعتبارها مستقلبات طاقية لازمة لإنتاج الطاقة الضرورية للقيام بالنشاط البدني بدون هذه الطاقة لا يمكن القيام بأي نشاط ملاحظة ثانية وهي أنه كلما ارتفعت شدة المجهود العضلي تزداد حاجيات العضلة من الغليكوز وبالتالي من الغليكوزين علاش لنقلنا الاثنين مرتبطين الغليكوزين هو مصدر الغليكوز بغينا الآن نعرف ماذا ستفعل الخلية العضلية أو العضلة بصفة عامة بهذا الغليكوز الذي قامت بحلماته انطلاقا من الغليكوزين واشغط ضرنا نفس العمليات التي رأيناها بالنسبة لخلايا الخامرة والخلايا المستهلكة للمادة والطاقة فنأخذ المناولة الثالثة في هذه المناولة سنرى تطور استهلاك الأكسيجين والغليكوز عند عضلة ونأخذ المبيان التالي استهلاك الأكسيجين واستهلاك الغليكوز ثم في محور الأفاصيل بطبيعة الحال عندنا الزمان كعامل أساسي في تتبع هذه التجربة في الزمان عندنا إلى غاية الدقيقة السابعة ثم عندنا استهلاك الأكسيجين القيام في محور الأراتيب خاصة بالأكسيجين ثم استهلاك غليكوز نفشي قيام دي استهلاك غليكوز في محور الأراتيب على اليمين طبيعي أن نحصل على منحنين منحنة أول لفيه تطور استهلاك الغليكوز ومنحنة تاني لفيه تطور استهلاك أكسيجين شنوك نلاحظوا؟ نلاحظوا بأن منحنة دي استهلاك أكسيجين يتوافق ويتناسب أو يتماشى مع المنحنة دي استهلاك الغليكوز هذا يعني بأن هناك علاقة بين الاثنين كلما تم استهلاك الغليكوز مثلا هنا بكمية كبيرة يتم استهلاك أيضا الأكسيجين كلما تناقص استهلاك الغليكوز يتناقص أيضا استهلاك الأكسيجين فهذا يعني كما قلنا بأن هناك علاقة بين الاثنين ما هي هذه العلاقة بين الغليكوز والأكسيجين فاكتب لنا في جزئين إلى ثلاث أجزاء جزء أول لدينا هنا نسبة ضعيفة من الغليكوز المستهلك يوافقها نسبة ضعيفة وأقل نسبة مستهلكة من الأكسيجين الجزء الثاني فيه تطور لعدنا ارتفاع ديسيلة غليكوز ثم شبه استقرار والجزء الثالث اللي كنرجع فيه إلى هذا الحالة اللي عندنا هنا اللي هي البداية وبالتالي كما قلنا نحصل على ثلاث أجزاء جزء أول على اليمين وعلى اليسار عندنا فيه الدخول في فترة راحة بالتدريج والجزء اللي عندنا فيه وسط هو يعبر عن النشاط الذي تقوم به العذر النشاط الذي تقوم به العضلات هو دائما النشاط ميكانيكي بمعنى التقلص وخلال التقلص تحتاج العضلة إلى الغليكوز وإلى الأكسجين شنو غدير بهذا الجوج هاد العلاقة بالإثنين كي بينها الجدول التالي اللي فيه تطور بعض مكونات العضلة فهذا الجدول عندنا مجموعة من المعايير حجم الدم الذي يعبره العضلة بالليتر حجم الأكسجين المستهلك حجم تناء أكسيد كاربول المطروح كمية غليكوز المستهلكة البروتيدات المستهلكة والدهنيات أو الدهون المستهلكة بالقرام وغد ناخده حالتين حالة عضلة في حالة راحة والحالة الثانية في حالة النشاط ما ننسوش بين النشاط التي نتكلمو عليه هو التقلص وغد نجي ونقارنه الآن كل معيار لوحده وكل هذه المقاييس أو المعايير سوف يتم حسابها خلال ساعة واحدة لكل واحد كيلو جرام من العضلة الذي نلاحظه هو التالي أن حجم الدم الذي يعبر العضلة في حالة الراحة عندنا 1220 في حالة النشاط عندنا قيمة جديدة حجم الأكسجين المستهلك حجم تناء أكسيد كاربول المطروح حجم الغليكوز المستهلك البروتيدات المستهلكة والدهون المستهلكة فهذاك يخلينا ندروا مقارنة حجم الدم الذي يعبر العضلة ماذا نلاحظ في حالة النشاط أنه يتزايد حجم الأكسجين المستهلك في حالة الراحة أقل من حالة النشاط حجم تناء أكسيد كاربول الذي تطرحه العضلة أو الخلايا العضلية أكبر في حالة النشاط مقارنة مع حالة الراحة كمية جليكوز مستهلكة في حالة الراحة أقل بكثير من كمية جليكوز مستهلكة في حالة النشاط بينما البروتيدات والدهون لا يتم استهلاكها من طرف الخلايا العضلية سواء تعلق الأمر بحالة الراحة أو بحالة النشاط وهذا يمكن من القول بأن العضلة بالرغم من كونها تتكون من خلايا كباقي أعضاء وأنسجة الجسم فهي لا تستهلك البروتيدات ولا تستهلك الدهون رغم أنها دب جوج ما نسميه ما الذي يجمع بينها الجوج والغليكوز وهو أنها مواد عضوية نحن قلنا بأن كل مواد العضوية فيها طاقة مخزنة داخلها إلا أن العضلة وهذه خاصية للخلايا العضلية أنها لا تستهلك البروتيدات ولا تستهلك الدهون سواء في حالة الراحة أو في حالة النشاط إذن هذا الجوج غدل لغليكوز مستقلبات طاقية داخل العضلة هذه البروتيدات والدهون لا تعتبر مستقلبات طاقية داخل العضلات نحاول الآن نجمع هذه المعطاية عندما تقوم العضلة بالنشاط فإنها تستهلك الأكسجين وتطرح تنايوكسي الكربون وتستهلك الغليكوز إذن إلا كان عندنا هذه الجذول وممكن أن نوصلوا فرض أو المتحانة أنهم يعطوكم هذه الأنواع من الجداوين ويقول لكم خرجوا لنا التفاعل الذي يحدث باش نحصل على التفاعل شنو خاصة نقلب على المتفاعلات النواتج وكتبان مكتوبة مثلا الدم ما نعتبره متفاعل أو ناتج لأن دور الدم داخل العضلات هو نقل مواد القيت بما فيها المستقلبات الطاقية وأيضا نقل النواتج دل تفاعلات دل تحرير الطاقة وتفاعلات أخرى إذن الدم سنعتبره ناقل الذي يهمونه هو الجزئات شنو كاتب هنا أكسجين مستهلك إذن هل هو في التفاعل سنعتبره متفاعل أو ناتج بما أنه تم استهلاكه وشنو كعناه كعناه بأننا نعطيناه في الأول هو موجود في البداية وتم استهلاكه وما يمكنش نتكلم على استهلاك لما كانش عندنا جزئة موجودة منذ البداية إذن الأكسجين متفاعل حجم تناي أكسيد الكربون المطروح مطروح يعني أنه أنتجته الخالية أو أنتجته العضرة شنو كاللاحظة هنا كي تزاد إذن بما نكتبنا مطروحنا فهو ناتج إذا بغينا نكتبه التفاعل هذا خصنا نحطه تناي أكسيد الكربون خصو يتحط مع النواتج وليس المتفاعلات حجم أو كيميات غليكوز مستهلكة مستهلكة كالرجعون نفس العملية لقوناها بسبب الأكسجين إذن يتم استهلاكه بمعنى أنه كان موجود وتم استهلاكه كبير للغليكوز فهنا لدينا جوج 042 وهنا لدينا 432 لذلك تم استهلاك كمية أكبر منها الغليكوز إذن بماذا تقوم العضلة في هذه الحالة تأخذ غليكوز بوجود أكسجين وتطرحت هناك أكسيد الكربون شن هو التفاعل اللي عندنا هو تفاعل ديال تحرير الطاقة الكامنة بالغليكوز كمستقلب طاقي أصلي وشن هو التفاعل بالضبط حجم التفاعل لتحرير الطاقة عندنا جوج إما أن يكون تخمر أو تنفس هنا شنو عندنا تخمر أو تنفس عندنا الأكسجين المستهلك وشن القيمة دياله تزداد إذن فهو تفاعل ديال التنفس تشفنا بأنه كيدوز من إنحلال غليكوز وكيفصل عندنا الميتوكوندري وينتج في النهاية جزئة الماء وتنائي أكسيد الكربون وهذا بالتالي يمكننا من القول بأن العضلة تتكون من خلايا تقوم بنفس العمليات التي تقوم بها جميع خلايا الجسم جميع خلايا الجسم تحتاج إلى الطاقة وبالتالي فهي تحتاج إلى مستقلبات طاقية تمثلها جزئة الجليكوز غير بالنسبة للعضلة هذه الجزئة الجليكوز التي تحصل عليها هي تحصل عليها انطلاقا من حلمات الجليكوز بينما لا تستهلك البروتيدات ولا تستهلك الدهون رغم كونها محملة بالطاقة بعد حلمات الجليكوز فإن العضلة تقوم بتفاعلات تحرير الطاقة الكامنة داخل هذه الجليكوز مجموعة تفاعلات تخمر والتنفس إلا أنه في المعطيات اللي عندنا في هذا الجدول بالضبط الذي يمثل تطور بعض مكونات العضلة التفاعل اللي قدرنا نخرجه هو تفاعل التنفس هذا لا يعني بأن العضلة أو الخلايا العضرية تقوم فقط بتفاعلات التنفس بل أيضا تقوم بتفاعلات التخمر كتبال لكم شيء بأنها صعبة في الفم كيف يمكن للعضلة أو الخلايا العضلية أن تكون في وسط لاهوائي بالرغم أن عضلات الإنسان والحيوانات توجد في أوساط الهياء هوائية عندما نقول بأن جسم معين هو موضوع في ظروف هوائية أو حي هوائية فهذا لا يعني بأن جميع خلايا تستفيد من كمية الأكسجين اللازمة والضرورية لنشاطها وهذا نشوفه بشكل أكثر تفصيل عندما سندرس تجديد الجزئات الطاقية انتظرونا في الفيديو المقبلة كنشكروا التتبع ديركم وكنتمنوا تكونوا استفدتم من هذا الفيديو إلى اللقاء اشتركوا في القناة